لكن مع هذا يبقى لدينا الكثير في الغربال ابتدينا بقى خدوا بالكو عشان من تلدغشي من الجحر ده مرتين ثلاثة كفاية اللي حصل السنتين اللي فاتوا لانه هو منهج واحد ييجي الموسم يبدأ يدور لك على اشتغالات ازاي يشغلك بحواديت ومشاكل ازاي يهز الاستقرار اللي عندك ازاي يحرط جمهورك ويقلبوا عليك ازاي يقدر يفتعل لك المشاكل وكل شوية يدور لك على حاجة لعب تمطش الاتحاد المنستيري الناس انبسطت من مرسيل كولر كل المحللين قالوا الرجل برونو سافيو ده لعب كويس قوي ده اضافة قوية ده بيمسكها كويس ده النموذج اللي لالي كان بيدور عليه ده اللي هيفرم على لالي كل الكلام ده تقال بعد مباراة الاتحاد المنستيري نبدأ بقى فجأة وإز فجأة امبارح واول امبارح ميدو يلعبها مهيب يصدها ده يرجعها اربع خمس برامج شغالة وراء بعض على الرجل ده برونو سافيو وكأنه سكريبت فعلا واحد اتوزع بسك على برونو سافيو والله ما أنا خايف انت اصلك قلت اسماء ما أنا خايف عليك لا تن برج إلا من كافتيريا اياها اللي كان فيها عشور اللي كان فيها الكافتيري اصحاب اللي ايه النفوذ والقرار اللي بيتلموا اللام مياها أنا خايف او لو لقيت الراجل ده راح الكافتيريا دي اقفل الصفحة على طول احنا برامج بقى تتناول الراجل ده له مشاكل في بوليفيا ده احتمال يتوقف وواحد يروح يجيب يقولك اتصلنا برئيس لجنة الانضباط في الاتحاد البوليفي ويتقال على لسانه كلام فيقوم التاني يقول كلام عكسه وما قلت نين ناس بينه لنفس الراجل ومستعجلين قوي على عقب سافيو وعلى تعكير مزاج الجمهور وعلى هزي ثقة الراجل في نفسه وازاي نقدر نشغله ونشغل للأهلي الكلام ده دي سيناريوهات بيتفق عليها في الأهول اللي المونس عادل بيشور عليها دي سيناريوهات بتتوزع وكتير من الجماهير بيتلقفها للأسف أولا يتفاعل معاها ويرد عليها وهم بقوا محافظين الطريقة ارميها وخلي الناس تتلمى عليها وتتشغل على الموضوع حد من الأخوة في البرامج دي اتكلم على هو أوباما لعب الزمالك زعلان ليه حد على فكرة مش مطلوب منهم انهم يعملوا مشاكل للزمالك ومش مطلوب منهم انهم يفتعلوا أزمات للإسماعيلي بس كمان ايه العور والحاول اللي مخليك إعلاميا مش شايف إلا النادي الأهلي وإيه عدم الأمانة في حدة ان انت لا تستهدف إلا الأهلي وإيه الكلام اللي مخليك باستمرار نفس الاسكريبت موجه بمشاكل ضد الأهلي لعدد كبير من البرامج كل برامج تتكلم على سافيو يا ساذ إبراهيم أنا سألك سؤال قبل سافيو كانت القضية الفانيلا والشعار هل الفانيلا والشعار دول ظهرت أميتهم الموسم ده ولا احنا من 1907 محدش كان بيجيب سيرتها كل سنة كان بقولك فلان فلان يسافروا عشان الاتفاق على الملابس وإيه بعدين تروح عامل الفانيلا وخلصت على كده الناس شافتها في الدنيا ايه ده ايه ده وجمهورنا ما هو جمهورنا عشان بيبلع الطعم بيدي لهم الفرصة ايه لما جمهورنا هتم بس هم جمهورنا بقى بسرعة فاق فيطلع يقول له انت مالك اه هو كده اللي يتكلم من دول انت مالك ايه داخلك ايه علاقك يا سيدي ما تلبسهاش اه لكن إذا كان اللون ده بدايك طول عمره بدايك يعني مش جديد احنا مخترعناش يعني اللون قال لي اغمى افتح بتاع كل مرة بييجي بديزان غير التاني لكن يخلق لك قضية خطيرة جدا فاز الامر فتبتدي تتكلم فيها بعدين الصفقات فين صفقات لما خدت سبع لعيبة منهم اربعة ولا خمسة في المنتخبات كلهم على فكرة في المنتخبات والمنتخبات الأولمبية ما دي لعب اي واحد منهم ممكن يبقى عندك بكرة الصبح فوق موضوع الخط للسراتيجي التاني المنطقي انك ما تجيبش ناس هو واحدة يجيب حد مميز قوي يوحد صفاري يجيب حد اقل وده بيبقى ناشئ عشان يبقى مستعبق قريب تجاهزه بالطريقة اللي تعجبك لكن انتقاط فين بقطع الناشئين لا انا عندي قطاع ناشئين بدالين انه اكبر عدد من اللعيبة في المنتخبات اللي بيتملك اللي بيبقى مع عندي الا في الفترة اخرى لما ابتدى اللعب يشتغل لكن انا كمان من حقي بدري بدري ادعم هذا الخط باكبر قدر من المواهب علشان اتفادى الضغط اللي بيحصل عليها النهاردة والناس اللي بتتحكم في قراري النادي دا عايز يدي ياخد منه ما يدينيش والنادي دا عايز يفرض عليها سعر والنادي لا يبقى في الاهل وهو عنده قطاع قوي يبقى بيجيب العناصر اللي يقدر عليها ان شاء الله من بره فيه الاماكن اللي بيحتاجها بشكل مميز او ساعتها الميزانية ممكن تتركزها في حد او اتنين او تلاتة بشكل يعدص فارق لكن عضية ولا يتحدث احد عن هذه القضايا في اي نادي اخر خالص بالعكس اشهادة وبعدين كل لعيب يروح النادي المنافس يبقى خطفهم الاهل يا عم ده مصطفى الشالبي ده رئيس النادي قالك هو النادي الاهل ينسحب ليه ده هو هو اشاور النادي الاهل خلاص نفض ايده من الصف قالك الاهل من شهر شهر ونص انما لا خرج العناوين اذا ما لك يخطف صفقة الاهل طيب على فكرة كل الكلام الفارغ ده شيء ونحن نوصل لمناطق اخلاقية شيء تاني واللي كانت الحركة اللي فيها بقى تدني اوي نوصل لمرحلة التنمر والعنصرية وده مصيبة سودة في الملاعب الجادة بره يعني 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 تعالج بقوانين صارمة جدا لمدرج التلويح بأي سلوك فيه تنمر او عنصرية كابتن محمد فاروق معاهل كابتن رضا عبدالعال كابتن محمد فاروق ابن النادي الاهلي وكابتن رضا عبدالعال اللاعب انتقل للآله في حركة انتقال او في فترة كانت مهمة جدا بيتكلموا على برونوسافيو انتم متخيلين انه مثلا حد يوصف لاعب بالارد ممكن يقولك ايه انا قصدي ارد كورة بس لما تتكرر ويتقال ارد انت شفت ارد فالتاني كابتن محمد فاروق يقول له اه بس اصلا مدلوش موز بصوا المستوى في الكلام والاساءة للاعب في الاهل وقت حد لو دا او دا او دا كان يقدر يجرؤ ينطق دا على لاعب سامسون او لاعب في الزمالك لا يمكن ومش مطلوب منه تاني يسير للاعب لا في الزمالك ولا في الاتحاد ولا لاي انسان ببساطة بيحصل في الاهل لانه اهمن العقاب ولا يحدث في الزمالك لانه كان سيعاقب اه وشوفنا البرامج اللي بتتوقف لمجرد انها تقول لا والمزيدين اللي بيطلعوا يعتزروا وشائعة على شائعة يعتزر على خبر غلط قاله وقناته تتمنع وبرنامجه يتوقف وحاجات كتيرة جدا طب يا جماعة احنا بنوصل لمرحلة ان انت بتتكلم على لاعب بتنمر بالمستوى دا الكلام دا استفز ان اخذ الرياضي العزيز اللي استاذ محمود صابري مدير تحرير الاهرام والمشرف على القسم الاقتصادي القسم الرياضي في الاهرام فكتب النهاردة تحليل اخباري بعنوان عنصرية فضائيات الفتنة محل الرياضي يصف البرازيلي سافي بالارد والموزيعي يشاركه في التنمر وبيقول محمود صابري على الرغم من ان حروف كلمة عنصرية تتسم بالقبح في كل زمان ومكان لما تحمله من اساء وتنمر ضد الاخرين الا انه على ما يبدو لا احد يتعلم الدرس سواء كان بعيدا او قريبا فمع ان قضية مهاجم منشستر يونايتد الانجليزي ضد المشجع المصري الذي وجه له عبارات مسيئة على مواقع التواصل ليست ببعيدة عن الازهان والعيون الا انها عادت لتتكرر ولكن هذه المرة على قنواتنا الفضائية في احد البرامج الرياضية التي سقطت في بئر العنصرية بتعبيرات وتشبيهات لا تليق وليست لها اي صلة بالروح الرياضية وبيحكي محمود صابري اللي حصل وبينتهي كما ان عليها تطبيق ما يسمى الاكواد في التعامل الاعلامي سواء في الخطاب او السلوك الصادر من مثل هذه القنوات لانها تثير الفتنة والقلق في الشارع الرياضي بل ربما يمتد اثرها المدمر الى الخارج في حال اذا لجأ اللعب البرازيلي الى القضاء مثلما فعل مهاجم منشستر يونيتد راشفورد الذي يبعد اميالا طويلا عنه وبيتحدث محمود صابري على بالتالي فلابد ان ندق نقوص الخطر بقوة ضد دعاة الفتنة الرياضية لان المثل يقول معظم الناري من مستصغر الشرر بالنسبة مناسبة مستصغر الشرر ده بالصدفة الشديدة فيه اعلان عجيبني جدا بيتقال دلوقتي في التلفزيون بيتعرض لظاهرة التنمر اي ان الكلام اللي انت بتتصور انه كلام بسيط او فيه دعابة او المقالب اللي بتعمله في صحابك ازاي بتؤثر عليهم وجاب 4-5 نمازج لاطفال او كبار بيقولوا البعض كلمة ها ليه علاقة بلون البشرة دلون جسمه شكله ليه علاقة بشعره اه بجسمه وازاي انها انت بتضحك وبعد كده وانت هم مش قاصد بيروح تعمل فيه ايه ده اه اعلان هايل جدا اخلاقي عشان كده القانون بيجرم التنمر بعقوبات واضحة ما انتش عارف تأثير الكلام بتاعك السخيف السامج ده اه اللي انت فكر انه ده مخفيف على التكوين النفس بتاعه عامل ازاي على الاخرين وانه تفضل لازق فيه وافلام كتيرة جدا بيجيب لك ان بعد ما بيجبره وتتسنى لهم الفرصة للانتخاب من المجتمع بيعمله كده صحيح فجماعة لا مش انا الاول وبعدين انت بتطالب هنا يعني حزم المتنمرين يا سيدي حزم المخطئين الاول يا استاذ المدانين اه اللي بيخنعونا حزم المدانين اللي عايزين يخنعونا ان العلبة فيها فيل اه مش معقولة يا جماعة والله الرياضة جعلت لتهزيب النفس ولا تكون قدوة لتربية الناس ان يقوله يعني يعني تأسهبوا فلان شوف فلان اعمل فلان عايز تلعب عايز تلعب انجح احنا كنا يعني انا اما كنت ماسك تنس الطاولة اه اللي تعلمته في النادي القالي واللي كانت بشوفه في الكورة مثلا كان مصطفى حسين رحمة الله علي يعمل ايه كنت بعمله في تنس الطاولة ان لما يجي لي حد من اولئي الامور اشتكي من لاعب اقوله اذا ما جاش وليه الامر يشكر فيك ويقول انك التزمت مش هتسافر معانا البطولة الجاية اذا سقطت مش هتسافر معانا البطولة الجاية عشان ما يتحججش ويجي وليه الامر يمنعه من اللعبة وكنا يعني بنصر النتاج مبهرة في هذا الامر لمجرد انك بتاخد شغف الرياضي بلعبته في مكان بيحترم القيم والسلوك القومة وبيساعد البيت انه هو يكمل دورها الترباوي عايزين نرجع للنموذج ده يا براهيم عايزين نرجع للنموذج ده اشتركوا في القناة